مشاهدين الكرام قبل الانتقال إلى الخبر التالي وردنا خبر عاجل يفيد بأن مجزرة قد وقعت عند نقطة حدودية نقطة نصيب الحدودية في ريف درعا بحسب ما أفاده مراسلنا الذي سينضم إلينا الآن من مكان الحدث أرحب بك فاروق هلال مراسلنا في ريف درعا مرحبا بك فاروق ما التفاصيل المجزرة التي وقعت عند نقطة نصيب الحدودية نعم مؤمن مجزرة مروعة ارتكبها الطيران الحربي بعد عصر اليوم إثر قصفه بثلاث غارات على معبر نصيب الحدودي مع الأردن هذا القصف راح ضحيته عشرة شهداء أطفال ونساء معظمهم من عائلة واحدة نازحة عن ريف حمص طبعا نادرا ما تغير طائرات النظام على تلك البقعة باعتبارها منطقة حدودية ملاسقة تماما لحدود الأردنية تقيم في مباني الجمرق عشرات العائلات وهذه العوائل وجدت في أبنية المعبر مأوى لها خاصة مع دخول فصل الشتاء الحديث في الشارع أنه كيف ناورت هذه الطائرة وربما دخلت الأجواء الأردنية دون أن يعترضها أحد ونفذت مجزرتها وعادت إلى قواعدها بسلام نعم إذن مجزرة راح فيها العشرات من الضحايا في إثر قصف لطيران الحربي على نقطة نصيب الحدودية في ريف درعة شكرا جزيلا لك مرسلنا في درعة فاروق هلالة شكرا جزيلا لك